اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن الاجهاد الحراري وعن ضربة الشمس وهنكمل الفيديو للاطباء ازاي يتعاملوا مع حالات الاجهاد الحراري وضربة الشمس في المستشفى اصلا التعرض للشمس والادراجات الحراري العالية بيأثر على الشخص بثلاث مراحل اول مرحلة اللي هي الكرامبس بس مجرد شد عضلي في بعض اجزاء جسمه العيان ما يحسش بحاجة خالص غير شد ممكن في منطقة البطن او في الساقين اما المرحلة التانية اللي غالبا الناس بتحس بيها وتبدأ تلجأ لك اللي هي الهيت اكسوهوسشن او الاجهاد الحراري اللي قلنا عليها صداع وزغلالة غسيان ترجيع الان في العضلات شوية ضوخة عرقان بشكل كبير كمية البول قليلة ولون البول غامق اما المرحلة الاخيرة فهي الهيت ستروك ودي عيان غالبا هيبقى الوعي بتاعه مش مصبوط او في غيبوبة او في تشنجات شديدة فانت لما تيجي تبص على العيان هتلاقي عليه حاجات اول حاجة طبعا هتلاقي درجة حرارته عالية وتقيس درجة الحرارة من فتحة الشرج هي دي اللي نقدر نحكم بيها على أما بالفم ما بنعتمدش عليها في الوقت ده غالبا درجة الحرارة بتكون معدية الاربعين ساعات واحد واربعين الا لو تم تبريد العيان جزئيا الناس خدت العيان وقعدته في الضل ورشته بمية فممكن نلاقي درجة الحرارة قلت شوية لكن في الغالب هتلاقيها اربعين او اكتر غالبا عرقان في المراحل الاولى لو مرحلة متأخرة مش هتلاقي عرقان وهتلاقي جلده جاف الضغط بتاعه غالبا هتلاقيه واطي عشان طبعا حالة الدي هيدريشان اللي هو بيدخلها وعشان الدم في الوقت ده بيتجه اكتر للجلد عشان يتخلص من الحرارة احيانا ممكن تلاقي الضغط طبيعي مع حاجة اسمها يعني مثلا تلاقيه مية وعشرين على اربعين شايف المسافة الكبيرة دي عينه ممكن تلاقي عينه عما لا تتريعش زي كده العيان ممكن تلاقي جلده او عينه بدأت تصفر كاحد مضاعفات اللي هو اللي هي اثرت على الكبد العيان ده ممكن يحصل معها يعني ودي حاجة خطيرة جدا برضو هنتكلم عنها بعد شوية فتلاقي العيان عضلاته كلها بتوجعه ممكن تلاقيها بدأت تبقى مورمة وقلم شديد عند لمسها البول بتاع العيان غالبا هتلاقيه بالشكل ده بيبقى بوني او كولا كالرد او غامق وده غالبا بيبقى بسبب المايو جلوبنوريا والديهايدريشن وبرضو هنتكلم عنه بعد شوية وزي ما قلنا العيان ممكن يبقى فتوهان يبقى فتشنجات يبقى بيهلوس يبقى في غيبوبة كاملة والغيبوبة في الوقت ده بيكون لها عدة اسباب يا اما الالكترولايت امبالنس وده برضو هنتكلم عنه بعد شوية المعادن في جسمه مش متزبطة يا اما هباتك انكفالوباثي الليفر انجري او الاصابة بتاعت الكبد عملت فشل في الكبد وعملت هباتك انكفالوباثي بس ده نادر شوية ممكن يكون يوريميك انكفالوباثي نفس النظام تأثير الهيت ستروك ده على الكلة وعملنا الفيلير ويوريميا ممكن تكون هايبوجليساميا وده حاجة مهمة جدا الناس دي غالبا السكر بتاعهم بينزل فبيبقى دي سبب الغيبوبة ناخد بدنا برضو لازم نقسله السكر او ممكن تكون بسبب ستروك العيان ممكن يكون جال ونزيف في المخ او جلطة في المخ بسبب الهيت ستروك او ممكن يبقى سيريبرال اديمة الهيت ستروك وده المرحلة الاخطر ممكن تأثر تقريبا على كل عضاء الجسم كمضاعفات زي المضاعفات اللي انا قلت عليها دلوقتي بالاضافة ليهم ممكن يحصل انتستاينال انفاركشن او انتستاينال بليدنج العيان ينزف من الامعاء او يحصل بالموت لجزء من الامعاء او نكروزيز لجزء من الامعاء كمان العيان ده ممكن يحصل له بالموناري اديمة ارتشاح رئوي او بالموناري انفاركشن وبرضو هنكلم عنه بعد شوية والعيان ده ممكن يحصل له دي اي سي وزي ما قلت كل ده في الهيت ستروك مش الهيت اكسهوشن الهيت ستروك هي المرحلة المتأخرة السيئة من التعرض للشمس ايه هي التحليل اللي تعملها للعيان ده طبعا انت بتحكم على العيان ده غالبا لكن بتحتاج التحاليل عشان تشوف حالة العيان ايه وهتتعامل معها ازاي اولا الابي جي غازات الدم ممكن تلاقي فيه ريسبيراتروي الكالوزيز عش العيان بينهج ممكن تلاقي متابوليك اسيدوزيز ممكن تلاقي هيبوكسيا او نقص الاكسجين وفي فيديو عن الابي جي ازاي تقراه هسيب لك اللينك بتاعه طبعا تقيس للعيان ده الجلوكوز السكر في الدم ممكن يكون واطي عشان تبدأ تتعامل معها بسرعة زي ما هنعرف بعد كده في العلاج العيان ده ممكن تلاقي معها لكتك اسيدوزيز يعني لو استله سيروم لكتيت ممكن يكون عالي السوديوم بتاع العيان ده غالبا بيكون عالي وفي بعض الاحيان يكون منخفض البوتاسيوم في المراحل الاولى بيكون منخفض لكن بعد كده لما يحصل مصل انجري او ضمار في العضلات بنلاقيه عالي الفوسفيت غالبا بنلاقيه قليل الكالسيوم غالبا بنلاقيه قليل والماغنسيوم كمان بنلاقيه غالبا قليل وزي ما قلنا ان الهيت ستروك ممكن تأثر على الكبد فلو جينا نعمل انزيمات كبد هنلاقيها عالية لو جينا نعمل بلوروبين ممكن نلاقيه عالي كمان بما انها ممكن تأثر على العضلات فلو جيت تعمل كرياتين كينيز ممكن تلاقيه عالي الدي اتش ممكن تلاقيه عالي كمان بالطبع بتأثر على الكلة فتيجي تعمل يوريك اسد تلاقيه عالي B-U-N تلاقيه عالي كرياتينين تلاقيه عالي تيجي تعمل تلاقي ويطلع لونه بالشكل ده وممكن تلاقي كمان لو عملت للعيان ده رسم قلب ممكن تلاقيه ممكن تلاقي شوية ممكن تلاقي ممكن تلاقي وفي فيديوهات برضه عن رسم القلب على القناة تقدر تشوفها هسيب لك اللينكات بتاعتها تحت وأخيرا العيان ده لو عملت له ممكن تلاقي البلموناري قديمة أو الرشاح الرئة أو ساعة البلموناري انفاركشن إزاي بقى تعالج العيان اللي جاي لك بهيت سروك أو اولا زي أي عيان طوارق دي خلاص ما بيناش نتكلم عنها ايه ايروي تشوف الايروي بتاعه مفتوح لا محتاجي تتركيب له ايروي ولا يتيب ولا نعمل له تلتة شينليفت ولا لا بياخد نفس ولا لا بتاعته تشوف الفايتلز أخبارها ايه الضغط النبض سرعة التنفس تركب له اتنين ايفي لاين يفضل وريد كبير اتنين كانولا وتحط له اكسجين دي اساسيات لأي عيان طوارق تقريبا بالنسبة بقى للعيان بتاعنا ده العلاج الاساسي ورقم واحد هو تبريد العيان بسرعة مجرد ما تشك في حالة هيت سروك أو هيت اكسوهوشن حاول تبرد العيان بتاعك بسرعة حتى من مكان الحدث يعني انت لو طلعت في اسعاف وروحت للعيان لقيته في الملعب مثلا وشكيت في الهيت اكسوهوشن أو الهيت سروك لو تقدر يبدأ الكمدات بسرعة من الملعب حط له الكمدات رش جسمه بالمية شغل مروحة يعني على قد ما تقدر برد جسمه بسرعة لان التبريد بسرعة بيجيب نتائج كويسة ويبنع المضاعفات ويعتبر هو العلاج الاساسي اصلا للهيت سروك والهيت اكسوهوشن بالاضافة لعلاج المضاعفات وبالنسبة لما العيان يجي لك المستشفى فطرق التبريد مختلفة في كذا طريقة تقدر تبرد بها جسم العيان وكل طريقة منهم لها عيوب ولها مميزات يعني مثلا في طريقة اسمها يعني تجيب العيان في حاجة زي البنيو كده فيها مية متلجة وتنيم العيان فيها دي من مميزاتها ان هي سريعة بتبرد العيان بسرعة ممكن في حوالي تلت ساعة لكن من عيوبها ان هي غير مريحة العيان ممكن ما يستحملهاش ممكن تزود الرعشة بتاعت العيان ممكن تخليك مش قادر تتعامل مع العيان يعني تركيب له كانيولا تعلق له محلول تشتغل معه CPR لو لازم الأمر يعني الفيل دي مش هيبقى مناسب للتعامل الطبي لان الراجل محطوط في مية اما الطريقة التانية اللي هي ودي عن طريق ان انت بتقلع العيان هدومه مع عد عورته وبنرش عليه مية فترة او مية بردة لكن مش متلجة يعني مية بردة عادية خالص وبنشغل مروحة ونوجهها على العيان ده بيساعد في تبخير الحرارة والتخلص منها بالنسبة للعيان ده وفي طرق تانية للتبريد انت تقدر تختار اللي تنسبك وتتعامل بيها ممكن الكمدات في الاماكن اللي قلنا عليها ممكن يعني تعلق له محالية لدرجة حرارتها قليلة عشان تقلل درجة حرارة العيان لدرجة انك ممكن تعمل للعيان بمية متلجة يعني تعمله زي غسيل معدى بمية متلجة او تعمله حقن شراجية بمية متلجة الطريقة اللي تنسبك في ده كله استعملها المهمة برد العيان بتاعك بسرعة واحب انبه تاني قياس درجة الحرارة بتاعت العيان بتكون ريكتل عن طريق فتحة الشراج هي دي اللي تحكم اكتر على الكور تيمبريتشر او دلوقتي في حاجة اسمها تيمبريتشر سينسينج فوليس كاسيتر اللي هي اسطرة بولية بتقيس درجة الحرارة اللي داخل المسانة البولية ودي برضو بتعبر على الكور تيمبريتشر درجة حرارة العيان وكويسة جدا وكده كده العيان بتاعك هيتأسطر ما انت لازم تأسطر العيان عشان تشوف كمية البول اللي خرجة قدقيه عشان تشوف في مشكلة في الكلاة اكيوت كدني انجري ولا لأ وعشان تشوف شكل البول ايه بعد كده العيان بتاعك تحطه على اكسجين غالبا كل حالات الهيتستراكول هيت اكسجين حتى بيحتاجوا اكسجين لو العيان بتاعك فايق علاماته الحيوية مستقرة ضغطه كويس مش واقع ويقدر يشرب فيشرب سوائل زي ما قلنا مية او محلول جفاف يكون افضل وما فيش داعي في الوقت ده للمحاليل لكن العيان بتاعك لو مش فايق او ضغطه واطي او العلامات الحيوية بتاعته مش مستقرة في الحالة دي بنبدأ نعلق له محاليل لو السكر بتاعه منخفض زي ما قلنا هنعلق له ديكستروز ممكن خمسة وعشرين في المية لخمسين في المية ونخلي بالنا ان احنا مركبين الكانيولا في وريد كبير وممكن ندي صلايين فلاش بعد الدكستروز لان الدكستروز الى حد ما ممكن يعمل التهابات في الاوردة لو العيان مش هايبو جليسيمك السكر بتاعه كويس ممكن نعلق محلول ملح عادي خالص ممكن نبدأ بخمسمية وبعد كده الكمية على حسب حالة العيان والاستجابة ونخلي بالنا ما نعملش اجريسيف في لويت ريبلسمنت ما نحطش محاليل كتير لاننا ممكن ندخل العيان بعد كده في بلمونري قديمة او ارتشاح رئوي ودي بتحصل كتير وممكن لو العيان عنده مشاكل تانية في القلب او مشاكل في الضغط او مشاكل كتير وعايزين نعرف نتعامل ازاي من ناحية الفلويدز العيان ده ممكن نركب له CVB وزي ما قلنا العيان ده يتركب له اسطرة بولية ويتحجز معنا 48 ساعة تحت الملاحظة لو كانت حالته جديدة من البداية بالنسبة للبرستامول والاسبرين والنانسترويدال انتينفلامات دراكس المسكنات وخافض الحرارة ما بندهاش للعيان في الحالة دي ما لهاش دور بالعكس ممكن تضر ممكن تزود الهيباتيك او الرينا الانجري تزود الاسر او تزود اصابة الكبد والكلة يعني وممكن تزود البليدينج تندنسي او قابلية النزف فبلاش منها خالص ساعة بيستخدموا حاجة اسمها دانترولين حاجة كده بسطة للعضلات از يحتاجوها يعني لو العيان عنده رعشة جديدة او في حالة هياج او انت محتاج تهدي بأي طريقة في الحالة دي ممكن تدينه بنزو ديازيبينز زي الميدوزولام او لورازولام لو العيان ما تحسنش ولسه فيه تشنجات شديدة ممكن تزود بربتوريتس لو العيان ما تحسنش في الحالة دي ممكن تخضر العيان تخدير كلي وممكن تحطه على تنفذ صناعي وفي الحالة دي تخلي بالك ما تستخدمش حاجة في التخدير اسمها ديبولورايزنج ايجنز زي الساقسيناي الكولين ولا تستخدم انهيلد اناسيتكس لان الحاجات دي ممكن تعمل مالجنانت هايبرثيرميا والعيان طبعا مش نايس بعد كده حضرتك بتتعامل مع المضاعفات لو حصلت يعني اولا رابدوميولسس اللي بيكون فيها تكسير في العضلات فبيطلع حاجة اسمها مايو جلوبين المايو جلوبين ده بيروح على الكلى ويترسب فيها وممكن يعمل لها وممكن يوصل الحال لرينا الفيلير او فشل في وظيف الكلى تبدأ تشك في العيان انه عنده لو لقيت لون البول بتاعه غامق او كولا كالرد او بوني ولقيت عضلاته مورمه وبتوجعه وفي الحالة دي علاجها بيكون محليل كتير جدا ممكن نوصل لعشرة لتر وممكن ندي العيان منيتول حاجة مدرة للبول بس مفيدة جدا وبتمنع ترسب المايو جلوبين على الكلى وبتزود الرينا البلد فلو كمان نحاول نخلي البول قلوي البيئتش بتاعته من سبعة ونص لتمانية لان ده برضو بيحافظ على الكلى وبيتحكم شوية في الهايبر كالميا وفي الاسيدوزيس اللي موجود في الجسم لكن لو انتهى الامر برينا الفيلير يبقى العيان ده محتاج دياليسيس او غسيل كلاوي ثانيا الالكترولايت امبالنس او المعادن زي ما قلنا المصل نكروزيس بيعمل هايبر كالميا يعني بوتاسيوم عالي كالسيوم قليل فوسفيت قليل ودول كده بيبقوا خطر على القلب وممكن يعمل قريزمية وممكن العيان يموت عشان كده بحاول اتعامل معهم بسرعة الاول عن طريق ان انا ممكن ادي هايبرتونيك ديكستروز يعني ادي ديكستروز ممكن خمسين في المية وسوديوم بايكربونيت دول كده ممكن يخلوا البوتاسيوم يدخل يحصل له انترا سيلولار شيفت يدخل جوه الخلايا فيقل مستوى شوية في الدم ممكن ما اديش للعيان في نفس الوقت انسولين لاننا كنا دايما عارفين ان الديكستروز مع الانسولين هما دول اللي هيعملوا الانترا سيلولار شيفت لكن في الحالة دي يعني اللي مكتوب ان احنا بندي الدكستروز عادي سوديوم بايكارب مش شرط ندي انسولين الا لو كان العيان دايابيتك ياخد انسولين بالنسبة للكالسيوم مش بندي كالسيوم الا بحرص وفي الحالات الشديدة فقط العيان عنده تشنجات عنده يعني ضربات قلب جاي من الفنتركلز كده زي دي كده لو كان رسم القلب جاي بدليل على الهايبركالميا او مورين الهايبركالميا في الحالة دي اللي ممكن ادي كالسيوم وبحرص شديد باقي المعادن في الجسم زي السوديوم والمغنسيوم وغيرها غالبا بيكون سببها الإسهال الترجيع المشاكل الأخرى اللي موجودة مع العيان وغالبا بتتحسن مع تحسن حالة العيان ككل ثالثا الهيباتيك انجري زي ما قلنا الإنزيمات بتعلق والبلوروبين بيعلى ودول غالبا بيرجعوا لوحدهم من غير علاج لو العيان بدأ يتحسن ممكن بس سحتاجة دي العيان جولوكوز إذا كان عنده هايبو جليساميا لكن اخلي بالي زي ما قلنا من حاجة اسمات دي اي سي وده العيان ممكن يجيلك بازاي العيان في الحالة دي ممكن يجيلك بأي درجة من مجرد تحاليل مش مزبوطة لحد درجة ان العيان يجي بنزيف شديد او ممكن حتى يعمل ARDS فلازم لو شكت في العيان ده تتعامل معه بسرعة العيان ده بيحتاج كو اجيولوشان فاكتورز نديله نعلق له الكو اجيولوشان فاكتورز او فرش فروزن بلازما او نديله دم كامل رابعا البلمونوري ايديمة او الارتشاح الرئوي ده غالبا لو حصل هيحصل لعدة اسباب منها لو احنا ادينا حاليل بالشكل اجريسف ممكن احنا ندخل العيان في البلمونوري ايديمة ممكن يكون بسبب رينال فيلير او كاردياك فيلير ممكن يكون بسبب الاردس والاردس ده ممكن يكون بسبب ياما سيرمال بالمونوري انجري الحرارة اثرت على الرئة وعملة ARDS ياما اسباريشان نومونيا العيان حاولوا يشربوه فدخلت مية في الرئة فعملت اسبيريشن نومونيا او هو نفسه بيرجع شرق وهكذا او ممكن حتى يكون بسبب الليفر فيلير او فشل الكبد والاردس غالبا بيحتاج تنفس صناعي اما البلموناري اديمة فغالبا بتحتاج دايوريتيكس واكسجين وعلاج السبب واذا ما تحسنتش ممكن احتاج داياليسيز او غسيل كلاوي خامسا الاكيوت كيدني انجوري او اصابة الكلا ودي هتعرفها ازاي هتلاقي العيام بتاعك ما بيخرجش بول كتير البول بتاعه قل جدا هتلاقي فيه بروتينوريا يعني فيه بروتين في البول وهتلاقي فيه جرانيولار كاستس ودي تعالجها ازاي؟ تعالجها بان انت تدي العيان بتاعك محليل ومدرات بول وتزبط الالكترولايت امبالانس وزي ما قلنا المانيتول في الحالة دي مفيد جدا كمدر بول وفي حالة الربيدومياليسيز وبلاش الفيروزمايد زي اللازكس لانه ممكن يعمل تيوبلر اسيدوزيز ويزود ترسيب الميجلوبين في الكلا ويخلي الحالة تسوق اكتر بتاعة الاكيوت كيدني انجري لو كل ده ما جابش نتيجة والعيان دخل في رينال فيليار يبقى الحل هو الدياليسيز او الغسيل الكلوي سادسا واخيرا كومبارتمنت سندروم وده ممكن يحصل فيه تورم في العضلة وزيادة الضغط الداخل للعضلة وده بتستشير فيه دكتور الجراحة وبيعمل حاجة اسمها فاشيوتومي عشان يقلل الضغط عن العضلة لان ده ممكن يسبب موت العضلة وممكن يحصل بسببه وممكن يحصل مشاكل كتير بسبب وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم